في الأهل بنقدر دايماً بنقدر دايماً نجيب وتلعب إنجازات استثنائية ورؤية مستقبلية طموحة لم يقتصر ما حققته الفرق الرياضي في النادي الأهلي من إنجازات على صعيد المنافسات في مصر فقط بل امتدت إلى تحقيق ألقاب قارية والتواجد مع كبار أندية العالم ومنافستها على الألقاب والأفضل أيضاً ساهمت في تعزيز مكانة النادي الأهلي في مختلف المحافل منذ انتخاب الكابت المحمود الخطيب توالت الأحداث بسرعة كبيرة وصب الكثيرين اهتمامهم على النادي وحالته خاصة وأن الخطيب كلاعب كرة قدم كان الأفضل في عصره فانتظر الجميع أن يكون الخطيب رئيساً للنادي لا يقارن بسواه في مجال الإدارة خاصة لأنه تتلمذ على يد الرائعين صالح سليم وحسن حمدي بعد مرور عامين على تولي مجلس إدارة النادي الأهلي مهمته الذي يحمل روح الفاني للحمراء لم يتأخر مجلس الإدارة برئاسة الكابت المحمود الخطيب في دعم الأجهزة الفنية لكافة الفرق الرياضية للقلعة الحمراء والوقوف مع أبناء النادي ممن حققوا بطولات وإنجازات بالقميص الأحمر أو من خلال تمثيلهم للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب وذلك بفضل الاهتمام بهم وتكريمهم بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته وجماهيره العظيمة وكذلك دعم الفرق الرياضية كافة بلاعبين وأجهزة فنية على أعلى المستويات نجح النادي الأهلي في تحقيق مكاسب مالية كبيرة واستقرار كبير خلال الفترة الماضية من عوائد بيع لاعبي بخلاف الأرباح المالية التي تحققت من فوزه بالبطولات المحلية والقارية على مدار الموسم المنقضي والذي شهد نجاحات كبيرة تمكن خلاله الفريق الأحمر من حصد خمسة ألقاب ولم يقتصر الأمر على المستوى الرياضي فقط وحصد البطولات بل التطور في شتى المجالات كما امتد على صعيد المنشآت خاصة مع تطوير دائم لكافة مقرات النادي الأهلي إضافة لافتتاح مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة وذلك من خلال تضافر الجهود والعمل بجد وإخلاص لتحقيق نجاحات ترضي وتلبي طموحات الجماهير التي لا تقبل إلا بالمركز الأول دوما ترجمة نانسي قنقر